شوفوا يا شباب خطر عبالي شي برأيي ممكن نعمل العرض هون كمان بلا حكي فاضي انتي بلا حكي فاضي لا طيب لؤيت لازل تحترمي افكاري مو تتبسخري انا صاحب افكار هالتنظيم يا حياتي انتي لما ما كنت تعرفي شو معناته تنظيم حفلات انا كنت كاسح الدنيا بافكاري اصحي على حالك خلصنا لؤي خلصنا فهم خلينا نشوف شغلنا آج اييي سامسيو مي بيت وجودك معنا عطاني إلهام عمقولي يا moderation عمل حفلة بعد اللي عرض هون بكي محلوا من عزوم الصحفيين لأ طبعا مو بوضعنا الحالي ايييه هل انا لازم أدخل با هالشغلة لما بتحكوا عن الأفكار والتنظيم فورا بينذكر اسمي